بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيرنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام لقد كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم الزوج ونعم الوالد ونعم الجد تقول السيرة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيدهم رأة قط وفي رواية ما ضرب بيده شيئا قط أي حتى إذا استغضبه أحد فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يضرب شيئا بيده حتى يعبر عن غضبه بل كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إذا قال أحد في حقه كلمة كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يشارك زوجاته في أفراحهم وأطراحهم ففي مرة دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت تتألم من رأسها وتقولوا وَا رأسا فجلس بجوارها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل أنا وَا رأسا وأخذ يشاركها صلى الله عليه وسلم في ألم رأسها وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسافر كان معه في هذه الصفرة السيدة صفية رضي الله عنها وكانت تركب جملا بطيئا فبينما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسير والسيدة صفية يبطئ بها الجمل فإذا ما وصل أخذت السيدة صفية تبكي وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حملتني على جمل بطيء حملتني على جمل بطيء وهي تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يطبط عليها ويسكنها حتى ترضى وفي مرة أخرى قالت امرأة للسيدة صفية رضي الله عنها يا بنت يهودي وذلك لأن نسبها يعود إلى اليهود فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بل أنت أبوك نبي وعمك نبي وزوجك نبي يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم أن نسبها يعود إلى سيدنا موسى ويعود أيضا إلى سيدنا هارون وهي الآن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم فبما يوجد فخر فوق هذا نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتحمل إذا ما وقع أذى في بيته وأن يعالج الأمر فوق ما يكون العلاج ففي مرة جاء ضيوف إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أي في بيتها فأخذت السيدة عائشة رضي الله عنها تجهز لهم الطعام فاستبطأت في تجهيز الطعام فأرسلت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم طعاما في صحفة في صنية فلما رأت السيدة عائشة ذلك غضبت غضبا شديدا فضربت هذه الصحفة فوقعت في الأرض وتناثر الطعام والضيوف ينظرون إلى هذا الموقف والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع الكسرى من هذه الصينية ويجمع الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم أي أخذتها الغيرة هي التي دفعتها إلى ذلك فجمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الطعام وجمع ما تكسر من الإناء حتى إذا ما أكل الضيوف جمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم طعاما وصحفة جديدة وأرسلها إلى الزوجة التي أرسلت الطعام وقال صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء لقد كدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علاجا طيبا لموقف شديد ربما بعض الأزواج إذا ما تعرض المثل هذا الموقف كان رده منفعلا بل ربما هدم بيتا من أجل هذا الموقف ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعالج بحكمة ويقدم العدل صلى الله عليه وسلم في بيته هذا العدل وهذه المحبة لم تكن في حياتهم فقط وإنما كانت أيضا بعد فراقهم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيقول صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى فلانة وفلانة فإنها كانت تأتين أيام خديجة لقد كان صلى الله عليه وسلم يصل الجيران الذين كانوا يزورون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياة السيدة خديجة لا شك أنه صلى الله عليه وسلم ضرب نموذجا عاليا في كونه صلى الله عليه وسلم زوجا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين